بسم الله الرحمن الرحيم وقاح الى درجة تعطيلهم من الوانين التي تنفع الشعب وعينك عينك فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفع الشعب ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه والله وتالله انهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والاعجب من ذلك هو مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم او لا يعلم فواء سفاه عليهم قد اعمت السلطة اعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص بالاموال والانفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والاوبئة والفساد الذي ملأ ارض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا مثلا يحتذا به بالفساد والرذيلة الا من ثلة قليلة اضمحل اثرها ولا زال يضمحل ايها الثلث المعطل ان وجدتم عذرا بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فاي عذر ترتجونه امام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته فان لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأرة لن تكونوا بمأمن منها ولا تحين مندم ولا تحين مناص ام هل تظنون ان افعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والفكلا فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت وقد جسم التوافق على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الاخبر واليابس كما يعبرون وقد اضره وبكل وضوح لكل ذي نظر فيا ترى الى متى يبقى البعير على التل اعني الى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يغلي ويعاني وما من مغيث والحمد لله رب العالمين مقتدى الصدر شكرا لكم شكرا لكم